تشتهر محافظة السليمانية في كردستان العراق بشراب العنب أو العنب الجف منذ مئات سنة ويتزايد الإقبال عليه خلال شهر رمضان الناس في شهر رمضان يفضلون شراب العنب لأنه يحتوي على السكريات وطعمه لذيذ وبارد على القلب وله فوائد جمة وصحي أيضا يصنع هذا الشراب من العنب المجفف ويزداد الإقبال عليه في فصل الصيف ويعتقد الأهالي أن له فوائد صحية كثيرة فضلا عن كونه شرابا منعيشا ولذيذ الطعم وتعتبر قرية ساركلو التي تبعد 65 كم عن مدينة السليمانية المصدر الرئيسي للعنب الجف حتى هذه اللحظة نقدم الخدمات لمواطنين في هذا الشهر الكريم ويكون بيع شراب العنب الطبيعي بصورة كبيرة لما له من فوائد صحية للجسم ويتميز هذا الشراب بنكهة خاصة ويتمتع بأهميته الصحية الكبيرة للمعدة وخفض الكوليسترول في الدم كما يعطي طاقة إضافية للجسم وينعيشه وهذا ما لا يتوفر في أكثر العصائر المعلبة وغير التزجة في وقت الإفطار يكون شراب العنب الضيفة الدائمة للصائم لما فيه من حلاوة الطعم واحتياج الجسم لسكرياته فالجسم يحتاج إليه ويكون ضروريا لتنشيط الخلايا وتشتهر مدن كثيرة في العالم بمعالم تميزها أو بأكلات وشراب معينين ويعتبر عصير العنب في محافظة السليمانية أبرز معالم هذا المكان ترجمة نانسي قنقر